فاكرين أنور الغازي فاكرين أنور الغازي اللعب المغرب الهولندي أحكي لكم الحكاية بس أفكركم بيها وبعد كده أقول لكم النهاردة حصل بيها أنور الغازي كان بيلعب في ماينز الألماني وطلع دعم إخواتنا في فلسطين وبغزة وما يحدث في الشهور الأخير فنادي ماينز ما عجبوش الكلام ده ففسخ عقد اللعب من طرف واحد أنور الغازي اللعب الراجل المحترم اللي ما بيسيبش حقه راح وعمل قضية لنادي ماينز الألماني وطلب بحقوقه كاملة وباقي عقده بالكامل واليوم أعلن أنور الغازي أنه حصل على كل مستحقاته وحصل على حق وقال أنا مش هحتفل لأن الوضع في غزة مزال زي ما هو فمش هحتفل باللي حصل مع نادي ماينز ده النهاردة واتكلم كتير وشكر ربنا على أنه جاب له حقه وهياخد فلوسه من نادي ماينز وبقراره هو فسخ تعاقده مع نادي ماينز وأنا رأيي الراجل ده كان بياخد مليون ونص دولار في الموسم في نادي ماينز الألماني مليون ونص فيه لعيب أجانب في مصر أنا بياخده أكثر من رقم ده أتمنى إحنا دوريات عربية الراجل ده حر دلوقتي ولعيب كبير قوي ده لعيب كبير قوي أنا برضه مش بسوقه ده لعيب كبير قوي في أوروب فلو حد يخش يتفوض معاه تكريماً لما فعله تكريماً لرجلته تكريماً لإخلاصه للقضية ياريت نعمل ده سوازاً بقولك في مصر أو في الوطن العربي بالشكل العام لعيب كبير هيفيد أي فريق بكل تأكيد